دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة مونير على نجوم مفاهم نجوم مفاهم على كيفك بكل الحب هنتكلم عن الحب وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك معكم على هوا أحمد وسامة وفوقوا بقى لأن في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على صحيح بس بالإنجليش ولمدة خمس دقائق يلا بينا نبتدي مع بعض الحلقة رابعة من من خلال المواقف ومعنا النهاردة الجواز والعلاقات وهكذا وزي ما بقول في كل حلقة وحاول تكتب ورايا الجمل اللي احنا حنقولها ديت لأنها لما بتحصل لك في حياتك اليومية هتحاول انك تعرفهم أو تبص عليهم تاني بالإنجليش وترددهم وبكده هتتعلم إنجليش من غير ما تتعب يلا بينا نبتدي مع بعض أول جلمة معانا اللي هي لما تحب تقول بالإنجليش ان انت معجب بحد أو ميال لحد بنقول بالإنجليش اللي هو الحد ده بقى يعني مثلا أنا ميال لإعتماد اسمي جيمت كده أتفاهم أو أنا مثلا ميال لفوزية والبلد يوكل برضو وحاكذا اللي هو بنقول بالعربي بيكرش على واحدة مثلا وحاكذا عندنا جملة تانية بتقولها بعض الخطوبة على طول مش بعد الجواز أنا بعد الجواز بيحصل مشاكل وحاجة نيلة يعني خلنا في الخطوبة الأول لما هي مثلا تقول لك أو أنت تقول لها يا حبيبتي انت وش السعادة علي الله والله أنا ترقيت وهتجي ترفض بعد كده المهم بالإنجليش بنقول إيه You're my lucky charm You're my lucky charm بس محا كتير أولا بس في الخطوبة انت وش السعادة علي حبيبي تقلبي تروح أنت تتقدم بعد كده بقى وهنا فيه غلط بيحصل أنت لما بتبقى عريس لسه بتتقدم الله أعلم حيبالوك ولا لأ بتبقى اسمك سوتر 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 أو بالبريطاني سوتا يعني أوكي لكن جروم ده عريس خلاص اتنايل على عينه وتدبس أوكي اسمه جروم يبقى جروم خلاص شبك أو كتب كتاب لكن سوتر لسه واحد راح يتقدم عشان نتلغباتش ما بينهم بس عندنا كمان المهر بتاع العروسة طبعا احنا بنتكلم عن الجواز النهارده وكده اسمه بالإنجليش برايد برايد أقول لك سريعا كده برضو كمان أنواع الجواز في الإنجليش في حاجة اسمها جواز سالونت عندنا اللي هو بالإنجليش اسمه في جواز عن حب اسمه في كمان جواز مصلحة أوكي أو منفعة عندنا كمان في حاجة اسمها اه شاق جون ماريج شاق جون ماريج ده اللي هو جواز تخليص حق عارف يعني ايه افشوك معاها في كمبيالات عليك المهمة يعني فبيبقى جواز في السريع كده انت فاهم عندنا بقى بترتيب كده مع بعض يعني انا اتخطبت مبروك ألف مبروك أو اي جا ماريج انا اتجوست اتنايلت على عينك أو اي جا ديفورست انا اتطلقت وتبقى اخدت القرار الصحي يبقى اي جا ديفورست عندنا بعد كده جملة وتعبير تاني مش عارف حتستخدمه فين بس ممكن يحصل اللي هو يعني باللغة العربية الفصحة تشكت امرأة من البارات والحنات او من اي حتة من جنينا ممكن تشكت امرأة في اي حتة تعلقها مزبوط لما تبقوا مرتبط بواحدة وتنفصلوا بالانجلش واسمها بروك دي الماضي بتاع بريك المدارع بريك لو هي سابتك تقولها تقول بالانجلش طب لو انت اللي سبتها وفي الغالب طبعا بتبقى هي لسابتك بس انت بتعكس الموضوع يعني بتقوله ايه يبقى دمت يعني ساب او هاجر ده بقى جميل جدا اللي لازم كلنا نبقى عارفينه يعني يتقدم الى يعني مثلا لما تحب تقول انا جاية تقدم لبنتك يا عمي فتقوله مثلا ايه ايه آم here sir to propose to your daughter propose to your daughter يعني اتقدم لبنتك propose to يعني يتقدم لحد أو يطلب إيد حد تيه بقى مصطلح جميل قوي بحب أقوله اللي هو إيه يعني خدني على عيبي خدني بعبلي كده تمام؟ يعني أنا بقى مجنونة وتأخدني ما بقى ما بعملش حاجة في البيت يعني خدني على عيبي وإذا كان عجبك هو أنت شاريني؟ قنيني؟ شارين فأقول لك إيه عندنا كمان لما تحب تقول إن الواحدة بتتقل في العلاقة أو واحد بيتقل في العلاقة بالإنجليش بنقول بتتقل أنا سألت أحمد قال لي باللغة العربية الفوصحة بتتقل يعني بتتريث يعني إيه مش عارف بس هي بتتقل يعني بتشوأك يعني مش عاوز تديك كل حاجة مرة واحدة أنت فاهم؟ فنقول مثلا علي بيتقل على المزة بتاعته أو ومزة بالإنجليش بايدوية يعني تشيك سي اتش آي سي كاي تشيك أو مثلا شيماء بتتقل برضو وفي النهاية العلاقة حدبوز سيحتك أنت فاهم؟ كده يعني عندنا كمان إيديم اسمه أماتش ميدن هيفن ماتش ميدن هيفن يعني الاتنين العريس والعروسة مكتوبين لبعض يعني بدنا إيه دا كلام دا بيحصل كتير أو في الأفرح تلاقي في الكوشة مثلا قاعدين وراء بعض بيقول شفتوا والله عصفورين كنارية والله لقيقين على بعض يعني فاهم الله كايب لإنجليش أماتش ميدن هيفن يعني لقيقين على بعض جدا عندنا كده بقى لما يبقى الراجل العينو زايغة ويتدبي فيهم رصاصة في حاجات كتير أو ممكن نقولها love rat ممكن نقولها play boy ممكن نقولها womanizer بتاع ستات يعني تمام لو الفيديو عجبك ودي ربع حلقة please share and like عشان نعمل الحلقة المية يا أخي ليه لأ يعني عندنا طموح تمام وعاوزيني زهقك That's all for today خليني أشوفكم على خير we thank you bye